ثانياً السنة النبوية الحديث الأول في ظل الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه متفق عليه شرح الحديث يوضح الحديث الشريف أن الله سبحانه أعد جزاء حسناً لسبعة أصناف من المؤمنين من الذين صفت نفوسهم وسلمت عقيدتهم وراقبوا الله في حركاتهم وسكناتهم وهؤلاء السبعة هم واحد الإمام العادل وهو الذي يرعى مصالح الناس ويحق الحق ويرد المظالم إلى أصحابها ولا يحابي أحداً على حساب أحد فالكل أمامه سواء وهو يشمل ولي الأمر الأعلى أو رئيس الدولة وكل مسؤول في عمله اثنان الشاب الذي نشأ في عبادة الله وهو من راقب الله منذ صغره ولم يغلبه طيش الشباب ولم يندفع وراء الشهوات بل عاش عفيفاً نزيهاً فصار لبنة صالحة في بناء المجتمع والشاب هنا يشمل الرجل والمرأة ثلاثة المسلم المعلق قلبه بالمساجد وهو الذي أحب بيوت الله لما فيها من الأمن وهدوء النفس وطاعة الله يترقب وينتظر الصلاة بعد الصلاة في جماعة فيحصل بينهم التعاون والتعارف والمودة فيتحقق التماسك الاجتماعي المطلوب أربعة اللذان تحابا في الله وهما الشخصان رجلان أو امرأتان اللذان ارتبطا برباط الإيمان الكامل وكانت علاقتهما مبنية على الألفة المتينة الخالصة من شوائب الرياء والنفاق وجهدهما مبذول في طاعة الله تعالى وسعيهما في مرضاته لا يبتغيان مصلحة ولا منفعة من علاقتهما فإذا اجتمعا كان اجتماعهما على طاعة الله وإذا افترقا كان افتراقهما على حب خالص لله تعالى وهذا هو أسمى أنواع الصداقة خمسة من الله وهو بذلك يستحق رحمة الله ورعايته ستة المتصدق المخلص وهو الذي ينفق لوجه الله لا يبتغي الشكر من أحد ولا يرائي في صدقاته بل يعطيها مخفية لا يعلم به أحد ولا يراه إلا الله سبحانه وهذا جدير برحمة ربه يوم القيامة كما بين صلى الله عليه وسلم سبعة من بكى من خشية الله عندما يخلو المسلم بنفسه ويتذكر عظمة الله وقوة سلطانه ورحمته بعباده والجنة والناس والعقاب والثواب تفيض عيناه بالدموع رهبة وخوفا من عذاب الله لا رياء أمام الناس ليخدعهم ويظهر بمظهر العابد المتنسك هذا الرجل يستحق أن يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ما يرشد إليه الحديث 1- يجب أن يقدر كل من يتولى منصب المسؤولية الملقاة على عاتقه والثواب الذي ينتظره إن عدل والعقاب الذي سيناله إن انحرف 2- يدعو الحديث إلى المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد 3- التربية الصالحة لها دور عظيم في النشق 4- المحبة الحقيقية تكون في الله سبحانه 5- رأس الحكمة مخافة الله 6- إخفاء الصدقات من صفات المتقين المناقشة 1- كيف يكون القلب معلقا بالمساجد 2- اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي 1- الصدقة من الأفضل أن يشاهدها الناس 2- باء الصدقة لا تكون إلا بالكثير 3- جيم الصدقة يفضل أن تكون مخفية 4- دال يجب أن تكون المحبة من أجل المصلحة 5- هاء يجب أن يكون التحاب في الله 6- واو الصداقة في العمل أفضل أنواع الصداقة انتهى الحديث الأول 6- دعون 6- دعون 6- دعون